اقتحمت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي سجن بير أحمد في مدينة عدن لفرض مدير جديد عليه وقالت مصادر محلية أن عناصر في الانتقالية تابعة للانتقالية أو للقياد في الحزام الأمني محسن الوالي تحمت السجن بهدف تعيين مدير جديد مقرب من الوالي وضحت المصادر أن الاقتحام جاعق برفض مدير السجن الذي يديره المجلس الانتقالي منذ سنوات تغييره بشأن أو بشخص آخر مشيرة إلى وجود صراع أجنحة بين قيادات في الانتقال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر